موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام طهجن وان شاء الله النهاردة عندنا التدريب لطلاب الصف السابع على اجابة اختبار شامل ان شاء الله كامل من اول سؤال الاخر سؤال الفترة الدراسية الاولى واحدة واحدة كده هنعرف المصايح لكل سؤال نحله ازاي نتعامل معها ازاي سؤال الكلمات القطعة جرامر قواعد تعبير واخيرا سؤال الاملاء جاهزين؟ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندنا طبعا زي ما انت شايف نموذج اختبار صف السابع فترة الدراسية الاولى والنموذج ده موجود في مراجعة اليوتيوب اللي انا عملتها وموجودة في بعض المكتبات اللي انت شفت اعلانها في بداية الفيديو اول سؤال طبعا اي صادفك هو سؤال الكلمات سؤال الكلمات عليه 14 درجة مطلوب انك تحفظ كل كلماتك بمعانية والاهتمام بكل كلمة وزي تقدر تتعامل معها طبعا انت عارف ان الاسماء او الكلمات عندك بتتكون من برد سبس بيتش لو انت شفت في اخر الكتاب عندك هتلاقي الكلمة الاسم الكلمة ومكتوب ان جمعها جمبها نون او verb او adverb نون اسم الان v verb فعل ad adjective صفة adverb حال prep او prep او preposition حرف جر phv phrasal verb فعل ومركب عندما يجيب لك في الاختيارات في سؤال الكلمات هيجيب لك الاربع اختيارات من نفس البرد في سبيتش من نفس النوع كلهم اسماء كلهم افعال كلهم صفات كلهم حال الاسئلة التي اعتمدت ان انا اضطتها في نموذج الاختبار والموذجها في المراجع اساسا فوق هي من امتحانات سابقة لكي تبان بقوطها وبنفس مستوى الاختبارات اللي بيجي لك كل سنة تبقى عارف ما كتب لكش جملة بسيطة او سهلة او ما فهاش شدة او حدة صعوبة لك كطالب نشوف كده في سؤال الكلمات ستختار اجابة صحيحة من او بي او بي او سي او دي خلي بالك هيجي لك اربع اسئلة كل السؤال عليه درجتين او كي it's very cloudy الجو غائم it will انها سوف rain today يمطر اليوم طيب officially رسميا magnificently بشكل رائع probably من المحتمل quite الى حد ما او نسبيا طيب نشوف كده it is very cloudy يعني عندنا very cloudy يعني غائم جدا يبقى هنا اتول انها سوف probably من المحتمل rain today تمطر اليوم يبقى اول اجابة تبقى كلمة probably خلينا نستخدم منها الاحتمال او كي probably انا ما نفعش اقول نسبيا او لا اوفيشالي لانا ما نفعش حاجة رسمية برضو في علم الغيب ممكن غيوم او سحابه في الاخر طلوح بعيد وما تمطرش علينا يبقى نخط احتمال probably من المحتمل خلي بالك دائما السؤال ده بيجي وبتكرر خاصة مع كلمة rain mator و claudy فانما تلاقيهم اختار probably او كي نشوف السؤال التاني i always advise my older brother انا دائما بنصح اخي الاكبر مني او كبير not to drive his car الا يكون سيارته over the speed for speed a سرعة a pitch ملعب envelope ظرف stove موقت او طباخ limit حدود طبعا over the speed limit for حدود السرعة يعني ما يتجاوزش السرعة ما يتجاوز السرعة طب احنا نريد ان نستخدم او كده مصبوط او كي رقم ثلاثة for reasons اسباب ليه not اسباب she decided to find a job and settle in her town هي قررت انها تجد وظيفة وتعيش في مدينتها numerous متعدد specious واسع vegetarian نباتي equestrian الفروسية for numerous reasons لأسباب متعددة هي قررت ان تجد وظيفة تعمل في وظيفة تجد وظيفة and settle in her town وتستقر خلاص وتعود فيها رقم أربعة the student carefully الطلاب بحذر أو بانتباه the paper الورقة and put it in his bag الورقة ووضع الله في حقيبته reflected عكس نفس المراية يعكس فولد طوا أو صفط اتراكت جزب انتباب سبرينكل ناثرة أو رشا the student الطالب أنا قلت الطلاب الناس the student الطالب carefully بحذر folded the paper ودائما تلاقي fold وتجد مع paper تجد في الامتحانات دائما the paper الورقة تانى الورقة أو صفط الورقة وحطها في الحقيبة هتلاقي جاي لك سؤال تاني برضو للكلمات fill in the spaces امنى الفراغات with the word from the list بكلمة من الكلمات القدامك original أصلي operation عملية جراحية theater مسرح local محلي tasteless بلا طعم أو بلا مضاء خلي بالك شوف أنا بكرر الكلام وبعرف معناه الأول قبل ما بكر الجمل عشاني الوطن and الانبع الوطن والانبع are two famous هم اتنين ايه مشهورين newspaper in kuwait يا ترى ايه الكلمة التي تنفع هنا original أصلي جرائد أصلية في الكويت operation جرائد عملية جراحية في الكويت theater مسرح local محلي tasteless بلا طعم أحسنت ويا ريت اللي يعرف الإجابة انت ممكن توقف الأسئلة توقف الفيديو وتكتب الإجابات تكتب بسر رقم 5 إجابتها كذا 6 إجابتها كذا 7 إجابتها كذا 8 إجابتها كذا وتسمع الإجابة بعدها وتشوف انت جوابت صحة ولا لا تختبر نفسك حسن أنت كما طالب اسمع واستفيد ونقف 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 انت عرفت او لا الوطن وانت الانباء are too famous local newspaper local newspaper جرائد محلية صح؟ همش international مش 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 مشهورين في العالم كما يقولك in quid يبقى وقصده على حاجة محلية يجو ياخل quid i gave him انا اعطيته اقابي and نسخة and kept the واحتفظت report myself التقرير لنفسي يبقى i gave him اقابي انا اعطيته نسخة and kept the original report الاصلي التقرير الاصلي original report التقرير الاصلي لنفسي my favorite movie فيلم المفضل is showing now بيتعرض الان in we will go this weekend to see it احنا نروح في نهاية العطلة علشان يبقى my favorite movie is showing now in operation عملية جراحية theater مسرح tasteless بلا طعم اكيد يعني theater في المسرح give me السؤال اخير she was worried when she knew that she had to make an هي كانت قلقة عندما عرفت انها سوف تقوم بي الان لننا تقوم بايه operation عملية جراحية tasteless بلا طعم of course operation operation يبقى في سؤال الكلمات انا عايزك تنتبه ليه انك واحد لازم تكون حافظ معاني كلمتك كويس لازم تكون حافظ معاني كلمتك كويس طيب استاذ انا بالجملة اللي بتظهر قدامي احيانا ما بفهمش الكلام اللي موجود فيها واحد ده لان انت يعني اثناء الدراسة او وانت بتتعلم مهتمتش بكل كلمة بتظهر قدامك انك تترجم لازم تعود نفسك من دلوقتي عشان اختبارات اللي جاي في الفترة الدانية او السنين القادمة ان شاء الله اي كلمة توجهك انت مش عارف معاناها تضرب نفسك ان الكلمة اللي ما تعرفش معاناها تعلم عليها تحتها خط او تجيب اي الم في صفور تعلم عليها وتكتب معاناها فوقها وتكتب ها مرة واثنين وثلاثة وتضرب نفسك اي انت هتتعب في الاول ولكن بعد كده انت هتكتسب مهارة انك لما تكره اي جملة هتبقى الكلمة دي مرت عليك قبل كده وانت عارف معاناها يبقى انت الاستفاد طيب انا في الاختبار دلوقتي والكلمة دي جديدة علي حاول تخمن المعنى حاول تخمن المعنى ما فيش اي حاجة تانية تقدر تفيدك اكتر من انك تحاول تخمن المعنى من باقي الجملة بس غير كده اتمنى انت في المرات القادمة تسعى انك تحسن من نفسك وتتعلم كلمات كتير كتير اكتر من الموجودة في الكلمات الجديدة لديك في المنهج اي كلمة تترجم جو اي درس او تقابلك في اختبار او في قطعة اسعى انك تعرفها وما تسيبها تمر عليك مرة القرعة بعد سؤال الكلمات سيأتي لك سؤال القطعة احنا عارفين ان سؤال القطعة بيبع عليه اسئلة اختياري وبعد اسئلة مقالية او اسئلة بتحتاج اجابات من القطعة طيب نشوف القطعة الاول انا بنصح دايما ان نحن نقرأ الاسئلة القطعة عليها 16 درجة قبل ما نقرأ الاسئلة نروح نقرأ القطعة هنا عشان نختصر وقتنا امس اذهبت الى الشاطئ مع أسرتي و نحن لدينا وقت غلط هنا بعام المذكرة سيغير الكلمة وهيخلوها something نقرأ ونكتب فوقها thing انا اكتب في المراجعة في اللي تتميني الكلمة دي ما يخدش بال اوكي يبقى الكلمة دي something odd happened شيء ما حدث ما نعرف odd ايه لان ويطلب منك المعنى تحت فانا مش عايز اوضح لك امي وابي كانوا جالسين تحت ما ظلا اخي الاصغر كان بيسمع للآيبود واختي كانت بتبني كلاع رملية انا كنت اشتري ايس كريم لان الجو كان حار صدن فجأة كان فيه راجل بيجر ورا كلب ويصيح للمساعدة الكلب كان معاها هانباك في فمه وكان بيركض بسرعة انا حاولت ان انا ساعد وبدأت اركض ورا الكلب ايضا في النهاية ان الكلب ان الكلب ده بينتمي الرجل مدربوا انه يسرق الحقائب اليد من الناس اللي موجودين على الشرطة اخيرا احنا قدرنا نمسك الكلب واتصلنا على الشرطة وهم وصلوا في الحال ونحن اعطناهم الكلب هذا هو السبب ايه في ايه I can't imagine انا مش قادر اتخيل how such people could get up every morning كيف ان في ناس بتستيقس كل يوم في الصباح او كل صباح and think to do bad things like this وبتقوم باشياء سيئة نفسها اوكي خلينا الاول اعلم لك على حاجات مهمة جدا في الاسئلة لازم تنتبه لها في القطعة اول حاجة the underline pronoun ال pronoun it اللي تحتو خط مكتوب refers to خلي بالك لأسئلة اجيلك بالترتيب refers to يشير الى او يعود على طيب انت لو تلقت في القطعة كده وشفت fin it add it صح الات دي تعود على مين عندك اختيارات the dog the end a handbag mount طيب اجيب الاجابة ازاي ارجع قبلها ارجع كده امشي كده لا ما تمشيش كده يعني ما تمشيش كده ده كده بعدها احنا عايزين قبلها يبقى انت هتدور في كل اللي قبلها ده اوكي يبقى احنا ندور في دول نروح لبداية الجملة كده in the end في النهاية we know that احنا عارفنا انه the dog الكلب belong to a man يعود الى رجل who trained it الذي دربه يبقى الات دي انت عارف ان الت تعود على مفرد غير عاكل مفرد غير عاكل يبقى هنا الت دي بتعود على مين على the dog بتعود على the dog الكلب يبقى الاجابة هنا the dog خلينا نعملها بلون اخر عشان يكون مميز يبقى هنا the dog هي الاجابة اوكي خلي بالك في الانتحان final انت هيبقى عندك مفيش نقط زي دي هيبقى عندك نقطتين وانت هيبقى عندك حاجة من اتنين اما تخط تحت الاجابة شرطة ساهم كده او تعمل عليها دايرة يعني اما تعمل تحت الاجابة شرطة underlined يعني the dog تعمل تحتها خط او تعمل علي حرف the A دايرة او تعمل علي الاجابة نفسها دايرة علشان ما هيطلاء بيكتبوا فوق اجابة وبيختاروا اجابة في الحالات بياخدوا صفر خلي بالك لو سبت اجابتين موجودين مختلفين بتاخد صفر ولا داعي انت هتكتب ليه طالما اجابة قدامك الاختيارات اختار الاجابة فقط ويريد تكتبها بشكل المحسن يعني تعمل شرطة يعني مثلا انت عايز تغير الاجابة اكيد 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 وتخرب الورقة وتعمل في التانية صح 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 ما لاش اي لازمة الامر واضح بالنسبة للمدرس وبيصح رجال اختار الاجابة بعناية اكره كويس وتأكد ولما تجي تختار وعايز تغير الاجابة اكس صغيرة وبتعمل عند الاجابة التانية بتحددها خلاص احنا كده عرفنا الكلمة التانية كلمة كلمة في السطر في الفقر مينز مينز معناه معنى كلمة مينز هو هنا عايز معنى معنى الكلمة يعني هو في حاجة تانية غير معنى الكلمة اه في ممكن بيقولك كلمة مينز ويقولك opposite هو لو قال opposite معنى ضد او عكس الكلمة هل بتفرق معنى طبعا ضد من عكس الكلمة من معنى الكلمة فرق كبير طبعا نشوف كده مينز معنى كلمة اود يطرى كلمة اود معنى احنا عندنا كلمة اود نطلع فوق في الدرس ونشوف الاول نقرأ الاختيارات new يعني جديد strange غريب great رائع وعظيم heavy سعيد شوف كده لو انا طلقت ل اه 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 اود نقرأ جملة we were having a fantastic time when something odd happened احنا كنا ماضين وقت رائع جدا وعظيم اه مذل عندما شيء ما نقط حدث لو ترجع تكمل كراءة تلاقي suddenly فجأة a man was running after a dog and shouting for help فكرة رجل كم يجري ورا الكلب ويصيح للمساعدة يبقى هنا اود دي معنى new جديد شيء جديد حصل strange غريب great رائع happy سعيد احنا انت شايف راجل بيجري ورا كلب وينادل ويصيح للمساعدة هتبقى ايه اكيد هيكون شيء strange غريب يبقى كلمة odd معناها strange غريب السؤال اللي جاي the best title يعني the best title the best title لما تشوفها وده يكون السؤال الثالث هيبقى معناها افضل عنوان يبقى best title معناه افضل افضل عنوان طيب هل في سؤال تاني ممكن يجيلي بدله اه طبعا ممكن يجيلك main idea اما يجيلك الفكرة الرئيسية او هيجيلك the best title افضل عنوان اما يجيلي the best title افضل عنوان او يجيلي main idea الفكرة الرئيسية نعمل ايه واحد انت لازم تعود نفسك انك تكرقى الاربع اختيارات الاربع عنوان الاول او الاربع افكار الموجودة الاول وبعد جهة تطلع تشوفك في الدرس من الاول اول حاجة اول حاجة a thief dog a thief dog الكلب 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 حار my handbag حقيبة يدي sandy beaches شواطئ رملية طيب من الواضح طبعا ان الاجابة الدرس كله بيتكلم عن dog وانه سرة وخاتيشان طو جيري يبقى هو بيتكلم على افضل عنوان هنا واضح a thief dog اخليها باللون الاصفر لان الاجابات بنعملها بالاصفر a thief dog يعني الكلب 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 يبقى انت بتكرا كويس وبتعرف العنوان العنوان واضح ستلاقيه واضح قدامك مش سيبقى مشكلة السهر رقم 12 سيسألك على هدف او غرض الكاتب من القطعة هنا خلينا نقرأ السؤال ستلاقي كلمة الكاتب واضح او هدف او غرض الكاتب وعيز لني having ice cream on a hot day is bad انك تتناول او تخصل على ice cream في يوم حار ده سيء لأسنانك بت dogs are very interesting and funny to have ان الكلاب الاليفة شايقة ومثيرة وحلو ان احنا ننلم في البيت او يكون عندنا منهم في البيت تمتلكم some people do very strange and bad things بعض الناس بيقوموا بأشياء غريبة وسيئة بأشياء 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 ومثيرة انه استمتع بوقته مع أسلته على الشاطر انت لو فكرت كده هتلاقي ان في هو عايز يوضح لك ان بأشياء 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 بتجود نشوف الكلام they went to the beach وما راحوا للشاطئ and had a fantastic time not tomorrow آه ده اختيارة tomorrow غدا yesterday أمس next week last week last week last week آه يعني هو هنا عايز يعرف هما راحوا امتى للشاطئ طيب نرجع للدرس لو انت شفت كده الدرس فين 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 أي وقت وقت ما بيش أي وقت ألف أول كلمة when something odd happened يبقى هما راحوا امتى أمس يبقى الإجابة جاية في السؤال الخامس مباشرة يبقى السؤال الخامس إجابته ستكون مباشرة إجابة من جوة الدرس طيب أنا ليه أقول لك مباشرة لأن السؤال الجاي إجابته ليس مباشرة ستجي ضمنية أو أن تفهمها من سياق جوة الدرس و تطبق على إجابة فيه إجابة شوف كان السؤال عندما واجهتنا مشاكل خارج المنزل نحن يجب عندما نواجه مشاكل خارج المنزل يجب يجب ننتصر بالشرطة ننتظر شخص ما للمساعدة نبكي بصوت عالي نذهب للتسوق بناء على المشكلة التي حصلت للراجل التي تسرقت من الشمطة ويركض ويركض وراء والناس يتركض ومسكوه واتصل على الشرطة هل أنا لما يحصل لي مشكلة مثل برا المنزل أو بيقول لما يحصل لنا مشاكل برا المنزل يبقى هو عمل إسقاط من موقف خارجي على موقف جوه قطعة يبقى هو هنا عايزك تربط شرطة تستنى تسيب الكلب يجل وتسنى لحد يساعدك تساعدك 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 طبعا الإجابة المنطقية هنتصل على الشرطة بعد كده يجي لك سؤالين على القطعة واحد إجابته مباشرة في القطعة والثاني سؤال إجابته ممكن تبقى مباشرة هشيبه مباشرة ضمنية من القطعة أنت وحظك هل بالترتيب لا ممكن يجي التاني هو الأول يجي المباشر وبعد كده يجي غير مباشر أو يجي الأول غير مباشر والمباشر ممكن يسألك عن رأيك ممكن يسألك عن وجهة نظرك ممكن يسألك هل أنت تتفق مع اللي حصل في القصة ولا لا فالألماط كتير بالسؤال خاصة سادس احتمال يكون موضوع بسيط ولكن من أول سابع أو تامن الموضوع يبقى متطور متقدم شوية لأن مستوى التفكير بيزيد هيبقى أفضل وأعلى فالمفترض أنت جاهز للكلام ومتدرب على حل قطع كتير كل ما تدرب على حل قطع كتير كل ما بيكون أفضل لك أنك تواجه أي قطع بعد كده بسهولة لماذا كان الرجل يركض خلف الكلب هو ليه كان بيجر ورا الكلب لو أنت فاكر نطلع كده للكصة أو للقطعة شوف الكصة هنا كان فيه راجل بيجر ورا الكلب لحق لمعرف نشو بيجر ورا لي الكلب كان معاه وكان بيجر بسرعة حاولت أساعد وراكض وراه وراه عرفنا إن الرجل بلون بلون وراه لأن الكلب سرق من الشنطة حبيت تقول because the dog had a handbag in its mouth and it was running very fast كتابت الجملة دي زي ما هي كده إجابتك صح حبيت تعبر بوسلوبك وتقول because 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 the dog stole سرق the man's handbag حكوه بترقل أوكي صح برضو لأن الكلب الصراح وكوه بترقل فعشان كده بيجر ورا أوكي what was سولت what was the writer's younger brother what was ماذا كان doing at this time كان بيعمل ايه في الوقت ده نطلع كده نشوف هنا my younger brother was listening to his iPod كان بيسمع للأيبود بتاعه يبقى هنا خضنا السؤال مباشر نكتب الإجابة he he was listening to his iPod ممتاز أتمنى أن القطعة تبقى واضحة ورجاء أكرا القطعة مرة واثنين وثلاثة الطلبة بتخلص الاختبار وبتستعجل وبتمشي لأ أنت معك وقت زي تقدر تجاوض وتقرأ إجابتك مرة تانية في الاختيارات مع الجملة شوف هم ماشية معها أو لا 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 لأن الاختيار سيكلفك كثير في سؤال القطعة كل سؤال عليه درجتين سيكلفك كثير في الاختيارات كم درجة 16 درجة مهيينة مهيينة أقرأ القطعة أقرأ الإجابات راجع وكرأ القطعة ثانية كلما تكرأ القطعة اثنين أو ثلاثة أو أربعة كمان كلما تجد نفسك تطلع منها معلومة يمكن فتيتك وانت تكرأ من أول مرة خاصة لو كلمات ظهرت لك في القطعة أنت ما تضربتش عليها أو معرفته من أول مرة عندما تكرأ ثانية ستقدر تخمن أو يكون كدرة التخمين عندك أفضل ستمنى لكم النجاح وطفين في موضوع القطعة وننتقل إلى السؤال التالي بالنسبة للسؤال الجاية هو سؤال قوعة 11 درجة وطبعا الدرجة زادت عن السنين التي فاتت السنين التي فاتت كان يجي خمس درجات دلوقتي 11 سيبقى يفعل كما بينا لك طبعا لا أشرح باستفادة سؤال لأننا لدي مراجعتين عملتهم الجزء الأول وجزء الثاني لقواعد الصف السادس تقدر تلاقيهم في الكارد التي ستدرك دلوقتي أو لو دورت ووجعت لقيمة الصف السابع ستجد فيها كل حلقات الكلمات بالترتيب بعدها سؤال لقواعد باستفادة ملخص في لديك أربع نقاط كل نقطة بدرجتين يبقى أنت عندك ثمان درجات سام قرق جيد ه نحن عارفين أن طبعا أنا شرحت كل هذا قبل كده ف لنشرح مرة ثانية لما لدي هذا موقع يبقى فيها هذه اللحظة هذا معناه أنه زمن المضارع المستمر شيء يحدث الآن يبقى نختار ه تأخذ is وبعدين ريدن يبقى ستختار is reading منتاز it's cold إنه يسمى sea diving he also has هو أيضا لديه box بعض الكتب أنت عرف أن box هنا اسم جمع بالتالي الآن أو الآن مش يكون اختيار ينفع معنا لأن الآن ما بيجوش مع الجمع يبقى عندنا مين إما some أو any أنت عرف أن some تأتي في حالة الجملة المثبتة وإن بتيجي مع النافي أو الاستفهام he also has هو أيضا لديه يبقى any ما ينفع إنت كنت تختار any لو كان hasn't نفي إنما هنا نختار some he also has some box about sports he enjoys reading this these that box كلمة box مفرد ولا جمع جمع لأن this without الاتنين حق المفرد أما these هي these I'm sorry these هي اللحق الجمع ممتاز these box in his free time he prefers نحن عرفين إن كلمة prefers enjoy like keen on good at look forward to go كل هذول يجي بعدهم فعل في آخر ing يبقى read reads reading fiction stories يبقى لما تكرأ الفقرة ديت لازم تنتبه للمفاتيح إنه تدل لك على القهد في أول جملة أنا لقيت at the moment فعرفت إن الإجابة is reading في الجملة الثانية عرفت إن box اسم جمع فعرفت إن بصم أو any الفرق ما بين some and any إن صم بتيجي في الجملة المثبتة وany بتجي في النافي والاستفهم في اللي بعدها لقيت كلمة box اسم جمع وعندي this with that الاتنين حق المفرد أما this هي حق الجمع فختارت this في القاعدة اللي بعدها نروح للجزء الثاني do as shown وده الجزء الثاني من سؤال القاعد خلي بالك عندك جملتين كل جملة بدرجة ونص ده معناه الواحدة يبقى السؤالين بثلاث درجات correct يعني correct صحة ويعني negative inf طب نشوف الموضوع ده F يبقى قعدة F انت عارف F مضارع بسيط ولا مصدر F مضارع بسيط ولا مصدر طب لو F ماضي بسيط يبقى would والمصدر if you joined this club لو انت انضميت لهذا النادي you learn new sports طبعا اتبقى الإجابة طالما عندي F وعندي ماضي يبقى اختار في الجهة التانية would والفعل مصدر would يبقى أنا محتاج أضيف would واضيف الفعل تاني learn if you joined this club you would learn new sports خلي بالك لو كان موجود if you join من غير ال ايدي كانت الإجابة تبقى will learn رقم 22 احمد works at the police station احمد يعمل في مركز الشرط او في المغفر make negative in في الجملة انا عايز نقول احمد لا يعمل في مغفر الشرط سهلة احمد طبعا انا شرحت قاعدة النفي في الجرامار الشامل في الجوز الاول او التاني في الاتنين او المال انا عند هنا الفعل في اخر اس قلنا اي فعل في اخر اس بننفي ب doesn't طب لو الفعل ماضي لو مكتوب worked بالاد انفي didn't طب لو هو مكتوب مثلا they work من غير اي حاجة انفي don't يبقى انا عشان هنا اس هنفي doesn't يبقى احمد doesn't work من غير اس at the police station ممكن يلعب معك لابة صغيرة في الموضوع النافي ده يجب لك جملة النافي مثلا he has got some books he has got some books هو مع بعض كتب لما تجد نفيها طبعا انت تنفي has hasn't يبقى he hasn't got وتمع كاتب some box تبقى تغلط لما تتحول الجملة للنافي يبقى some تتحول الى any some تتحول الى any لو جالك سؤال negative وفي كلمة some لازم تغلط الى لان كتير من ابنانا بيغلطوا فيها السؤال الجاي وهو سؤال writing writing وسؤال التعبير وعليه 15 درجة قبل ما نبدأ writing خلينا اوديك لجدول الصغير اللي بيتم من بناء عليه تصحيح سؤال التعبير عشان تبقى انت تفاهم انت بتنقص في التعبير وانت مش عارف وعشان برضو اشجعك انك تكتب جمل في التعبير وما يهمك حتى لو واخطأت فيها او لو انت مش واثب في اجاباتك planning graphic organizer and map minding كل الكلام ده عليه درجة واحدة خلينا نعلم بالألوان كده يعني التخطيط المخطط اللي انت هتعمله في بداية التعبير واشرح ولك عليه درجة قبل explosion of ideas and coherence افكارك عرضك للأفكار 8 درجات prografing and number of sentences خلي بالك number of sentences عدد الجمل عليه درجتين grammar كل الأخطاء الإملائية اللي انت ممكن تخطاها عليه في بدرجة ده معناه انك اكتب جمل وما يهمكش ولازم تكتب الجملة برضو بالشكل الصحيح وهه عرفك وحنا بنكتب دلوقتي التعبير انه لازم تبدأ بفاعل فاعل وبعد تجيب مفعول سواء الفاعل ده بيكون اسم او ضمير فاعل بعد تجيب تخط الفعل المفعول ده ممكن تخط اسم ممكن تخط صفة حسب ما انت عايش تعمل الجملة spelling انا راجل بغلق كتير في الاملاء وانا بكتب التعبير ما تخافش كل اخطاك الاملائية في التعبير عليها درجة وحدة حسن الكتابة هتاخد الدرجة كاملا كتابتك سيئة ونبش فراغ ويصح مش فاهم يبقى انت خسرت الدرجة خلي بالك بنكتو الترقيم يعني تسيب مسافة قبل الفقرة والفقرة التانية هتكتب فكرتين طبعا فتسيب مسافة قبل كل كلمة وعندك اول حرف في كل جملة 10 جمل يعني يكون عندك 10 حروف في بداية الجمل كلها يكون حرف كبير لا تكتب الاسمال لازم في نهاية جملة تحط فلسطوب نقطة وده اساسي لان كل ده عليه كام شكل الصح فكرتين عليه درجة خلي بالك لو انت غيرت ومكتبتش التعبير كتبت الموضوعين موضوع واحد فكرة واحدة نسيت الحاجات بتاعت البنكتواشن تنقص على الكلام ده كم درجة درجتين طيب لو انت كتبت مخطط لا يوجد بالموضوع مثلا الموضوع عن المدرسة وانت كتبت عن المختبر مخططك يبقى تاخد في صفر لو انت كتبت الموضوع عن حاجة تانية غير الموضوع يعني كما أقول كتبت عن المنازل الموضوع عن المدرسة وانت كتبت عن المنزل تاخد صفر فانتبه للموضوع لاني ليس فيه تهاؤل نروح لبداية الموضوع writing writing يعني تعبير عليكم درجة 15 عرفنا 15 درجة انت تتحسب عليهم كيف في التعبير ايد الفطر is a happy day for muslims all over the world اقرأ دائما المقدمة الفوعد يوم سعيد للمسلمين في كل أنحاء العالم plan خطط and write واكتب two paragraphs فكرتين كم جملة ten sentences ده معلنا أن أنت مطالب أنك تكتب خمس جمل خمس جمل أو أربعة ستة أو ستة أربعة زي ما تحبل لأن الطلاب كتير يسأله ينفع أكتب أربعة فوق ستة تحت ينفع أكتب ستة فوق أربعة تحت ما فيش مشكلة أن المجموعة في الآخر هيكون عشر جمل حبي تقول أفضل أنك تعمل خمس جمل خمس جمل خليك وسط ما بين الاثنين Synthesis الكلمات المساعدة التي جاء ممكن تساعدك خلي بالك عندك نهاية رمضان ريليجوس ديني فيستفال مهرجان عيد الفطر إيد بريير صلاة العيد ملابس ماني مال يزور فاميلي أسرة عندك كم كلمة مساعدة عندك ثمان كلمات مساعدة طيب أول حاجة في التعبير لازم تكتب المخطط ما تروح تكتب الموضوع الأول لماذا لا تكتب الموضوع الأول لأن المخطط هو دليل الذي تبني الموضوع يعني أنا راجل أريد أمشي في طريق أنا لازم لو نبص للوحة الإرشادات هنا قطعة واحد هنا قطعة اثنين هنا الطريق الرئيس الذي يوديك للموضوع كذا المخطط اللي أنت هتعمله هو القطعة أو الإرشادات بتاعتك للموضوع طيب أنا أعمل المخطط واحد لازم تكتب فوق لازم تكتب خلينا نعمل فوق خلنا مصبوط لازم تكتب فوق هنا العنوان العنوان بتاعنا مين عيد الفطر أو ساهمين منزل على اليمين وعلي يسار هعمل تنبيه لكل طلبنا العزاء الصف السابع حتى المراحل اللي بعد كده ثامن تاسع ويسادس كمان بس ثامن ما فيش هيبها منش يكون عندهم كلمات مساعدة وتاسع احتمال العامل القادم ما يباشف عندهم كلمات مساعدة فهم يجب من عندهم الأفكار ولكن بتكلم السادس السابع من المهم والضروري ان الكلمات المساعدة لفوق لو انت هتستخدمهم في المخطط شوف انا بقول اكي لو هتستخدمهم وانا افضل انك تستخدمهم لانهم موجودين يساعدوك اياك تكتب الكلمة بروحة يعني مكتوب end of ramadhan هلكتب هنا end of ramadhan لو سمحت الكلمة لازم تحطها في مش في جملة يعني ما تقوليش جملة كاملة كل اركانها انا عايز شبه جملة يعني مثلا buy ممكن اقول buy the end انا ضفت عملا عندي buy the وكتبت end of ramadhan كده انا عملت فكرة صح يبقى انت مطلوب في الافكار لما تيجي تكتب افكار مساندة للموضوع ان حضرتك تعمل تكتب الكلمة المساعدة وتضيف لها كلمة او كلمتين انما جملة شاملة كاملة لا مش عايزين جملة كاملة احنا عايزين فكرة شبه جملة شبه جملة اوكي طيب في احيانا بعض الطلاب مستوهم اعلى شوية يوم راح عمل يكتب فوق هنا عيد الفطر طبعا بيحط العنوان ويوم راح كتب على اليسار الفكرة الرئيسية الاولى يعني يوم راح عمل لها عنوان وبرضو فكرة رأسية للجاة التانية عنوان يعني مثلا when it takes place ممكن راح كتب ها هنا when it takes place كعنوان لكل اللي قادم وممكن راح عمل هنا how muslims celebrate it شوف العمر يعود لك ما ما فيش حاجة وانت ملزم بيها ولكن انا افضل انت تستغل كل كلمة مساعدة وتستخدم على طول الكلمات المساعدة فانت بالتالي عايزك هنا اصيب منها ما فيش مشكلة نستخدم الكلمات المساعدة religious ديني ها اقول ايه religious مثلا event هضف معاها كلمة حدث religious event هو حدث دين اوكي festival اه نايس شوف انا نحط نايس festival مهرجان نطيف او جميل ايد براير صلاة العيد go to ايد براير نذب الى صلاة العيد اوكي بعد كده في عندك clothes ملابس where نرتدي new او 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 new clothes انا اخفف عليك ملابس جديدة ها الفكرة اللي بعدها او نظبط ها تبقى وقف فلوس او او كي money 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 نقول اي ما money اه get money collect money اجمع المال مش الاولاد بيجمعوا فلوس احنا بندفع وانتم بتاخدو ولا معرفش اللوات في الزمن اللي احنا فيه ده في عيد ولا معتش visit يا زور اه بنقول مثلا visit my relatives انا مش عاز احط family لان family هي الكلمة الجاية visit my relatives ممكن تحط على فكرة كلمتين مع بعض family go to my family happy family اوكي اه family time اذا بالنسبة ليك المخطط ممكن تضيف افكار ممكن تشيل افكار زي ما انت عايز طيب انا ليه كاتب بالشكل ده الشكل اللي موجود فوق عندك ده في المخطط اللي انت كتبت فيه شبه جملة انا دلوقت ممكن اخد شبه الجملة دي وحولها جملة كاملة ازاي مثال طبعا احنا لما بنينجي نكتب بوضوع التعبير لازم بننتبه ان احنا بنسيب في الاول ايه مسافة خلي بالك احنا نكتب كام فكرة فكرتين يا سيد الفاضل وعتنسى لما تيجي تكتب الموضوع مسلا ايه انا سوف اكتب انا سوف اكتب انا سوف اكتب الفطر طيب في طلبة بتشوف الجملة دي بسيطة كده وما تنفعنيش لا انا احكتب الجملة دي لا لا فاخلي بقى لгаك احنا نحن نحط في نهاية الجملة نقطة عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر نقول لي يعني عيد الفطر عيد الفطر حاسس انها كده مش مظبوطة هو عيد سعيد للمسلمين عيد الفطر عيد الفطر عيد سعيد للمسلمين اوكي باي ذا اند اف رمضان ات كمز انه يأتي باي ذا اند اف رمضان خلي بالك شفت انا استخدمت الجمل ازاي حطت ات ليه لان ات تعود على العيد الفطر ليه قلت كمز مانا دايما بجيب بعد الفاعل الفعل خلي بالك شفت انا جيبت ايه الفعل خلي بالك الجملة الاولانية في زمن المضارع صح انا حطتها از الجملة التانية برضو في زمن المضارع ما اقولش ات كيم انه ات ما امشيش جملة مضارع و جملة ماضي و بعد كده اخطت جملة في المستقبل يبا انت بتخبر رب الانسجام او التناسب بتاع موضوع التعبير اما كله ماضي اما كله مضارع او كله انت هتحكي بحاجه في المستقبل طلبها اشتغل من المضارع و اغلب الماضيع بتستخدم في زمن المضارع الا اذا كنت بتحكي على احداث في الماضي ساعتها حضرتك بتنتبه الى اذا كان الفاعل مفرد اجيب لي الفعل اس اذا كان الفاعل جمع اخلي الفعل من غير اي اضافة فات مفرد اخدت comes انه يأتي buy the end of رمضان ايه ده؟ ده buy the end of رمضان ده اللي كنا كتبنا في الافكار في المساعدة ايوه انا بستخدمه لك ما انا بستخدم كل الكلمات اللي احنا استخدمنا منها يبقى انا استفدت من المخطط وهاخد المخطط اجد منه شبه الجمل اللي انا كتبتها فوق اكتب منها جمل كاملة تحت يبقى انا كده خلصت موضوع تعبيري و انا مرتاح من الافكار المساعدة اللي انا استخدمتها فوق ان انا عملتي شبه جملة خطت كلمة جنب الكلمة بقيت انا جاهز اخدهم واضف لهم كمان كلمة او كلمتين او فاعل خلصت جملتي وخدت درجتي كاملة من غير متعب كتير فانا محتاجك من دلوقتي تبدأ تتدرب على كده تجيب مواضيع تعبير وتعمل مخطط لها تعصر دماغك تحط للكلمة فاعل استخدم افعال كل ما تكتب افعال يعني مثلا انت راح تكتب عن هوم هتكتب مثلا افعال بلد يبني باي يشتري يوز يستخدم جو يذهب وتجيب افعال كل ما تجيب افعال تلاقي نفسك عندك بقى القدرة هتحط قبلها اسم وتجيب بعدها اسم او تحط بعدها صفة هتلاقي الموضوع بسيط جدا كل ما تحفظ افعال كل ما تنتج افعال كل ما يكون عندك القدرة على كتابة جمل بسهولة نكمل حدث ديني اهو ات طيب اجي اكتب هنا ما بكتبش ليه ات لو انا اجي اكتب اللي بعدها مكان اعمل ايه هبدأ من اول من تحت نفس المسافة اللي انا سبتها لا اوعى تعمل كده لازم تبدأ من اول السطر هي بس اول جملة في الفقرة الاولى اللي تسيب قبلها مسافة والفقرة التانية برضو اول جملة اللي هتسيب قبلها مسافة انتبه للتحذير ده لان تنقص في الدراجتين بتوع التنصيق بتاع البراغراف اوكي ات 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 و اط ات ا tomar اه اوكي اوكي اي ابي اي ا서 ثلاثة 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 أنا كتبت خمس جمل بناءً على ما كتبته في الأفكار المساعدة من فوق من غير متعب بعدها حضرتك طبعاً أنت ستب سطر أنا هنا عايش عن الكمبيوتر يكتب بنظام فأنا كتب من جملتين كتب من خمس جمل في سطرين ستب سطر أنت عندك وتكتب طبعاً ستب مسافة قبل أول كلمة نفس المسافة بالضبط إيد نزلت قصادها بالضبط طيب الفقرة الثانية عايزنا نتكلم عن إيه how muslims celebrate it أوكي muslims من عناي muslims celebrate إيد الفطر in many ways في طرق متعددة أو في وسائل متعددة مثل مثل children أطفال where يرتدوا ملابس جديدة جميلة they هم ها السطر ما كفهش هنعمل ايه نكتب من السطر لبعده أنزل من نفس المسافة ولا من الأول من أول السطر اللي بنسيب قبله فقط المسافة أول الموضوع they collect money بيجمها الفلوس أوكي or they get money مش عبك كلمة collect they get money بيحصلوا على المال طيب visit my relatives okay they visit هما بيزوروا أقربنا أقربهم هما أقربهم هما they visit there أنا غيرت my اللي موجودة فوق أحطت there relatives ممتاز عندي كده كمان جملة go to my family they go to there إلى أسرهم families and enjoy their أنا زودت من عندي enjoy their time وبيستمتوب أخطهم أنا كده كتبت عشر قمل عن موضوع عيد الفتر عيد الفتر عيد الفتر is a happy Eid for Muslims it comes by the end of Ramadan it is a religious event it is a nice festival Muslims go to Eid prayer in the morning Muslims celebrate Eid الفتر in many ways children wear new clothes they collect money they visit their relatives they go to their families and enjoy their time أتمنى أن كتابة الموضوع واضحة ليكم كده وده المخطط يا شباب نفتكر تاني نكتب رأس الموضوع تنزل سطرين واحد على يمين واحد على اليسار وتكتب الأفكار الشملة قلنا ما نكتبش الكلمات المساعدة بروحها لازم أضف لها كلمة علشان تكون الفكرة جيدة قوية بعد كده أنا لما باجي أكتب موضوع التعبير باستخدم الأفكار ديت بشكل جميل في الجمل بسيطة لازم أوحد الزمن اللي ما يستخدم أنا استخدمت هنا في كل الجمل زمن المضارع البسيط وأن المضارع البسيط مفرد يبقى الفعل في اس لو جامع زي مثل المسلم أنا قلت celebrate ما جبتهاش ماضي ما قلت celebrated احتفلوا إنما بيحتفلوا ده كل شيء بالنسبة لموضوع التعبير وفي هيكون في فيديو مجمع لموضوعات التعبير للصف السادس السابع الثامن التاسع عشان تعرف موضوع التعبير اللي جات في العام الماضي في كل المناطق تابعوا أكيد هتستفيد منه عشان هتعرف الموضوع اللي جات السنة اللي فاتت أكيد ممكن تستفيد علشان تركز على بعض الموضوعات اللي انت شاهفها مهمة أو تعرف الموضوع اللي جاء العام الماضي عندك في منطقتك إن ده بيبقى احتمال ضعيف إنه يجيلك مرة تانية أو ممكن يكون قوي بناء على توصيات من مدرسك في المدرسة واحتمالها تلاتي ولكن في الورف الاخر هو ما فيش حد بيعرف إين هيجي لأنه بيبقى الاختبار جاي من التوجيه والموضوع في علم الغيب يعني ننتقل إلى جزئية جديدة وهو آخر سؤال في الامتحان سؤال السبيلينج سؤال السبيلينج عبارة عن إيه؟ سؤال السبيلينج عبارة عن الحروف النعصة كان الحروف النعصة آسف أما حالياً بقى الحروف الغير مرتبة بقى 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 غير مرتبة في الجمل التالي خليب عليك أنت في كل منطقة من المناطق هتاخد ورقة من المدرسة عندك منطقة الجارة غير منطقة الفرونية غير منطقة العاصمة غير منطقة الحوالي غير الأحمدي غير مباركة الكبيرة كل منطقة غير التعلم الخاصة كلهم مختلفين عن بعض كل منطقة عاملة كلمات خاصة بها فيهم عشرين كلمة ورقة فيها عشرين كلمة هيجي لك منه في الامتحان أربعة كلمات دي لازم تحفظها كويس جدا كتابة وشوف كده قيادة خاصة أثناء العواصف الرملية يمكن أن تكون أدفنشور نحن عارفين أنها أدفنشور أول حرف وآخر حرف الاتنين سبتين أول حرف وآخر حرف الاتنين سبتين اللي في نص هو اللي كله مطلق بط طبعا أنت لو حافظ الكلمة على طولها تكتب أدفنشور خلصا لاحظت الأي سبتة والأي سبتة لأنهم سبتين هما الصح واللي في نص كله بضاية هذه الاتنين لديها وآخر حرف ممرض وممرض طويل كلمة قاضحة كلمة قاضحة كلمة قاضحة كلمة قاضحة كلمة قاضحة أو كلمة قاضحة لأنك أول حرف ثابت صح؟ والحرف الاخير ثابت وفيه في النص عندك حرفين يبقى انت تقلبهم سب الاول مية نزل شوية مية كده وبعد كده قلب عشان تعمل الشربة هل يمكنك ان تصفد هذا الخطاب وتضع فيه الظرف كلمة انفلوب طبعا مكتوبة غلط اول حرف صح انفلوب واخر حرف مكتوب صح والباقي لازم يتعدل بشكل هذا اتمنى ان يكون شكل الاختبار واضح وسهل انا سيتم عمل فيديو طبعا الحمد لله بفضل سبحانه وتعالى تمين عمل فيديو لشح الاختبار وده كان نموذج الاجابة للمذكرة المراجعة الموجودة في المكتبات اللي تم الاعلان عنها في بداية الفيديو حتى موضوع التعبير هنا موجودة احنا كنا كتبين عن العيد حتى موضوع التعبير اللي انا كتبه الموضوع اللي انا كتبه مختلف عن الموضوع اللي انا فكرت فيه بسبب اختلاف الافكار انت كلما تكتب افكار اكتر كلما يبقى عندك الامكانية انك تكتب موضوع اكتر طب انا احفظ موضوع التعبير كيفك ديك الحرية انك تحفظ زي ما انت عايز او انك تكتب زي ما انت عايز وانا افضل انك تكتب اتمنى ان الاختبار واضح وسهل اه شغل المتابعة وما تنسلناش مصالح ضعاكم هذا هو اولاد طفق واولقاكم على الخير كان معكم السلام عليكم ورحمة الله بركاته شكرا للمشاهدة